السؤال الثاني السايل بيقول ما هو ضابط التعامل مع الطالبات كويس طيب ضابط التعامل مع الطالبات انك تبقى بعيد منهم بس ده الضابط واي زول تاني دار يدخل لك حسابات انه لا لا يا اخي قرب وده لخواتك في الاسلام ولو ما قربت منه اني التبقى منه اني الشيوعي وهي اني اللي يقرب من زول يعني ما هيبقى مبراين كويس فقه التعامل مع المرأة يا اخوانا واضح في القرآن يوسف عليه السلام ربنا قال ولقد همت به وهم بها لولا اراء برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء ربنا صرف عنه السوء كيف جرى منا جرى عديل انت سيبتجر قل لك انا اجر لي من مرأة يا سهل هو القضية مش رجالة القضية الفتنة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعد فتنة اضر على الرجال من النساء فتنة خطيرة جدا انت الدينة لعندك ده بالزعزع لك تجي مستغيم وقوي ما شاء الله من الصباح قمت صلت الفجر حاضر وقرد غرآن وجايبه ايمانيات تمام اول ما تليم فيك واحدة بتجهجي لك ايمانيات اقول له وحتمشي انت في دينك ناقص ومن غير فايدة السيدة لو بتستفيد ما عليش يعني واحد يقول لك اه والله انا قاعد وعندي صحباتي كتار وزميلاتنا طيب سؤال تستفيد شنو منين لا تستفيد شنو انت يعني قولك لا ولو لا حدي فرق فرق ساي ما بتفرق ساي ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان لانو الشيطان بسوقك واحدة واحدة اتنا مالجاك زول مدين وكده في الاول بيجي يقول لك يا اخي انت والله ما تبقى براك خليك مع الشولة بتاعتكم الشولة ده الجاعدين مع البنات خليك جاعد بس اتنا تزول تغي وكده اقعد بعيد هم خليوه يقعد بعيد خليك جاعد بعيد بس دي المرحلة اللولة انت رضيط بيه ايوه مظبوط جدا بيجي البنات بصافحه طبعا ما في بيت بيتاية تجيب بعيد بيجي بصافحه بسلم معلوم في يدينه هيجي يقول لك يا اخي ما اقول يا اخي مصافحه ما في حاجة يا اخ ما كده بس كلها تجيه واحدة كده وكده ما فاشي مصافح يا اخ بتفتش لك حجة ضعيفة كده وحديث ضعيف ولا فتوى بتاعت وواحد جاب هاجي تجيبك شفتها بصافح بيه صافحتها قعدت يقول لك يا اخي انت مالك مستوحش كده بعيد براك هناك تلمى على الجماعة يا اخي ان الله مع الجماعة يقول لك ويد الله مع الجماعة ومن شزى شزى في النار تلمى على الجماعة شويك بعد ذاك الشيطان بيقول لك وانس الجماعية ما في حاجة ما ايت ما تخلط براك كده يقول لك براك حرام انا عارفه حرام براك لكن الخلط الجماعي ما كلكم مع بعض يعني فيش نوع يعني حدعم الشنين انت يعني ما في حاجة شل كده مع بعض قعدت يا زولي تونست تونست بعد داك بتقوم بشنوب بتنشن على واحدة بيقول لك دي أمرك بيها هناك مشيته بغادي ومركته ومشيته الغابة ومنا لدهر الما يقوم خطوات شاكده ربنا سبحانه وتعالى قال و لا تتبعوا خطوات الشيطان ليه؟ لأنه يأمر بالفحشاء وبجيك وحدة وحدة إت لو ما قبلت دي ما بجيب لك البعضية يعني قبلت دي اتأكد اطمأن معك بيمشي للبعضية طوالي عشان كده يا أخوانا حدود التعامل مع النساء الابتعاد وقدر ما ابتعدته قدر ما ارتحته وقدر ما فتحت لنفسك باب لما انتقول يا أخي ما مشكلة كده أنا بعين حبك كده أنا ما درات هو النز ولا كده لكن بعين بعين كده ما بترتاح أصو لأنه النظرة ما بتكفي القلب لابد تمشي الخطوة البعضية عشان كده كل ما تنظر كل ما تعبته وكل ما تغض بصرك كل ما ارتحته ده النظام كده لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك شنو؟ أذكالهم أذكالهم ما بترتاح إلا تغض بصرك طيب فهذه حدود التعامل بعد ذلك لو في يقول لك جروبات ومقسمينكم كده شغل بتاع كون عندكم نصايم من معين عندكم أي شي تشتغلوا مع بعض عندكم أي عمل كويس مقسمينكم جروبات ومع البنات وكده انت لو في اختيار اختار جروبا لأولاد بغادي كويس لو ما في اختيار بس ابعد نفسك انت واتغي الله